بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآل محمد اللهم سبحانه وتعالى التوجيهات الدينية من العتبتين المقدستين من وصايا الإمام الرضا عليه السلام إلى شيعته نهنئ الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف ومراجع الدين العظام وأتباع أهل البيت عليهم السلام بذكرى ولادة الإمام الضامن الوفي الزكي علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه وذلك في مثل يوم غد الحادي عشر من شهر ذي القعدة الحرام سنة مائة وثمان واربعين للهجرة النبوية الشريفة لقد كشفت وصايا الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام لشيعته عن مد اهتمامه وشدة حرصه على محبيه ومواليه فقد روي عن عبد العظيم الحسني عنه عليه السلام وهو يوصيه بقوله يا عبد العظيم أبلغ عني أوليائي السلام وقل لهم ألا يجعلوا للشيطان على أنفسهم سبيلا ومرهم بالصدق في الحديث وأداء الأمانة ومرهم بالسكوت وترك الجدال فيما لا يعنيهم وإقبال بعضهم على بعض والمزاورة فإن ذلك قربة إلي ولا يشغلوا أنفسهم بتمزيق بعضهم بعضا فإني آليت على نفسي أنه من فعل ذلك وأسخط وليا من أوليائي دعوت الله ليعذبه في الدنيا أشد العذاب وكان في الآخرة من الخاسرين وعرفهم أن الله قد غفر لمحسنهم وتجاوز عن مسيئهم إلا من أشرك بي أو آذى وليا من أوليائي أو أضمر له سوءا فإن الله لا يغفر له حتى يرجع عنه فإن رجع عنه وإلا نزعت روح الإيمان عن قلبه وخرج عن ولايتي ولم يكن له نصيب في ولايتنا وأعوذ بالله من ذلك وكان عليه السلام يوصي الريان ابن شبيب ويقول له يا ابن شبيب إن سرك أن تلقى الله عز وجل ولا ذنب عليك فزر الحسين عليه السلام يا ابن شبيب إن سرك أن تكون معنا في الدرجات العلا من الجنان فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا وعليك بولايتنا فلو أن رجلا تولى حجرا لحشره الله معه يوم القيامة نسأل الله تعالى أن نكون معهم في الدرجات العلا نفرح لفرحهم ونحزن لحزنهم ونسأله القبول كما نسأله تعجيل فرج وليه الإمام المهدي المنتظر أرواحنا لترى بمقدمه الفداء اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر اللهم انصر من نصره اللهم انصره وانتصر به اللهم انصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب اللهم أرنا الطلعة الرشيد والغرة الحميدة اللهم جعلنا من أنصاره وأعوانه بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد اللهم جعلنا من أنصاره وأعوانه